أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام عن انتزاع أكثر من 1300 لغم كانت زرعتها ميليشيات الحوث الإنقلابية خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري وقال مدير عام مشروع مسام مسام القصيبي إن الفرق نزعت 586 لغما مضادا للدبابات و44 لغما مضادا للإفراد في عدد من المحافظات والمناطق المحررة وأضاف أنه خلال الأسبوع ذاته تم نزع 676 ذخيرة غير منفجرة و23 عبوة ناسفة